استمراراً لحملة يشوف بنفسك التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة وبتستمر حملة تشوف بنفسك اللي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مستمرة في تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة واللي شاملت مصانع شركة النصر للكيمويات الوسيطة واللي بتعتبر من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع اللي بتعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط وده بيرجع لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجتها مبدعياً الزيارة النهاردة كانت زيارة جميلة جداً أنا ما كنتش متخيلها مبدعياً أنها تطلع بالشكل ده النهاردة جينا زيارة لشركة النصر الكيمويات لقينا حاجة بصراحة ما كناش نتوقعها بصارح كبير حاجة مشرفة لمصر عرفنا كمان حاجات كتير أن الشركة فيها كذا مصنع فيها ده قريباً 47 مصنع أو كطاع فشوفنا النهاردة حاجات جميلة والشركة ما شاء الله لذيذة اللي هو مصر فيها حاجات جميلة يعني مبسوطة أن في المصنع كامل قرية يعتبر مساحة كبيرة قوي من المصنع اللي قائمين عليها ومشرفين عليها مصريين كمان فكرة أننا من أنا وهنا أقدر أتابع كل المستشفيات في كل الجمهورية أقدر أتابع الأكسجين بتاعهم نقص أولاء عشان أقدر أوفر لهم فده أعتقد أنه وحي يحل مشكلة كبيرة ومستقوى إن شاء الله كمان تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الطلبة شهد إعداد وتجهيز المعادن لاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لهذه المعادن لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجي موسيقى استفدنا جدا بالمعلومات لغاية ما جينا هنا عند القراكة المعلومات كانت مفيدة لنا جدا واستفدنا وإن شاء الله لما نتخرج هنسعى أن نقديم ونشتغل في الشركة هنا النهاردة كنا في زيارة لمصنع الرمال السوداء في البورولوس وبصراحة الاستقبال كان حل جدا وكل حاجة كانت تمام وكل كانت بالشحنة يعني كل حاجة بالتفصيل ودخلنا ونصنع الزيركن الجاف والراطب وكانت كل حاجة كان فيه استفادة كاملة بصراحة وكل حاجة وإن شاء الله بعد ما نتخرج هنيجي هنا وهنعمل هنتضره ويبقى فيه استفادة أكبر من كده كمان كمان شاملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة واللي بيعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي حد كبير قامت بيه مصر لاستصلاح الأراضي في منطقة تشكة أرض الخير نظمنا زيارة لطلبة الجامعات شافوا من خلالها طرق الرأي والوسائل الزراعية الحديثة اللي بتتناسب مع طبيعة المنطقة ومنتجاتها المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الزادي اشتركوا في القناة طبعاً في ذلك المشروعات اللي بيقوم بها سيادة الرئيس مشروع تشكا شفنا كمية التنوع في الزراعة رهيب شفنا مدن كاملة جاهزة ان الناس تعيش فيها احنا الواحد فخور ان الرئيس السيسي دائماً مهتم بالشباب ان هم يشوفوا الحاجة على أرض الواقع وان احنا في مشروع تشكا توفر فينا ان احنا شفنا فتح طرق جديدة لمستويات العمالة على كافة المجالات ففجد الواحد فخور ان احنا بقينا نشوف داع الارض الواقع وان الزراعة بقيت متطورة في مصر النهاردة احنا جينا هنا في مشروع تشكا عشان نشوف الانجاز اللي بيتم في مصر في المجال الزراعي وهو مشروع مهم من ضمن ركن من الثلاث أركان للمشاريع الزراعية بتعملها مصر زي شارع العوينات ودرب الاربعين وكمان مشروع تشكا احنا مبسوطين احنا جينا هنا وشوفنا حجم الانجاز المبسول الحمد لله الرحلة كويسة جدا تسحق الزيارة يعني وحاجة كويسة لنا نحاول لصحراء لأرض الارض نستفيد منها أرض خضراء أرض اللي أخد منها وخيراتها كلها باللاحش عفينو ده النهاردة حاجاتي ما شاء الله يعني وبدل ما انت بتشوف حاجة مثلا من العنت أو حاجة وانت متضايق تعال شوف ناسك تعال شوف ناسك هنا الدنيا بجد غير انت تشوفها خالص الدنيا بجد تستحق انك تشوفها جاية تحت مبادرة تشوف بنفسك عشان نشوف المشروعات القومية اللي قدمها سيادة الريس حاجات حلوة واحنا اول مرة نشوفها الحاجات دي وا اول مرة نشوفها كده على الطبيعة وبدأوا الشباب الجامعات كلهم ان هما يجوا يشوفوا فعلا بنفسهم لان هما فعلا هيستمتعوا جدا حقيقي دي كانت بالنسبة لنا زيارة مفاجأة جميلة جدا لان احنا شوفنا حاجات احنا يعني حكاية ان احنا نقرأ او نتكلم او اي حاجة لا لا احنا هما اهم حاجة تيجي تشوف بنفسك هنا حقيقي مبادرة ممتازة جدا احنا بنضع الشباب مصر كلهم ان هما يجوا يشوفوا المشروعات العملاقة اللي معمولة دي ان شاء الله مصر كلها تبقى بخير طالما كلنا هنبقى قدينا في قدينا الرئيس والرئيس يعني اللي احنا تشايفين هو ده احنا بنشكرك ونشكرك يا رئيس واحنا معاك ووراك بازن الله انا النهاردة في مشروع تشكة مشروع تشكة من المشاريع العظيمة جدا لان ده بيعمل لمصر اكتفاء ذاتي حاجة كويسة جدا وحاجة فخر لينا وفخر المصريين كلهم وفخرين بالبلد وفخرين بالقوات المشلحة والعمل العظيم اللي البلد بتقوم بيه طبعا انا مكنتش مصدقة طبعا ان انا هاجئة لقي حاجة بالمنظر ده احنا طبعا منشوف الكلام ده في التلفزيون بس مش زي ان احنا نشوف الكلام ده على ارض الواقع طبعا احنا مش متخيلين ان في الصحراء هيبقى في مشاريع زي كده لحد ما خلاص عدينا اكتر من نص الطريق طبعا احنا شايفين صحراء قدامنا مش مش شايفين زي ما بيجي في التلفزيون طبعا نقول ان ده مش حقيقة فلما جينا هنا فعلا شوفنا قدقل مشروع حاجة كبيرة جدا وحاجة مشرفة للبلد وهتأثر فعلا على اقتصاد البلد في الفترة اللي جاية وبتستمر الزيارات اللي بتنظامها القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لكل الأجيال الجديدة شوف بنفسك انجازات جمهوريتنا الجديدة اشتركوا في القناة